طوابير طويلة إلى محطات البنزين فشحنة إسعافية قد أفرغت في السوق المحلية لكنها سرعان ما تنفد وتعود عداً إلى متاهة أزمة المشتقات النفطية التي تضرب كل مجالات الحياة الكهرباء أولى المتضررين من هذه الأزمة ثم قطاع النقل وحياة المواطنين برمتها ستكون رهينة لهذه الأزمة التي تتقاطع أسبابها في كل جهة تحمل الأخرى والضحية المواطن بين شركتين نفط ومصافي عدن بدأ الخلاف حول الجهة المخولة بشراء النفط وتسويقه لملاء ومصافي عدن لم تعد تكرر النفط الخام فالاستيراد من الخارج خيار وحيد تتنازعه قوى النفوذ أهمها الشركة المحتكرة للاستيراد بالتعاون مع حكومة لا يبدو أنها تعمل جادة لكسر هذا الاحتكار آدم الحسامي قناة بالقيس عدن اشتركوا في القناة